تخيل اني في موبايل موجود في مصر وفي الوطن العربي مقاوم للنار والمفاجأ ان انت عارف الموبايل ده وانت عارف اسمه هتتفضم اصلا لما اقولك على اسمه عشان هتبقى اول مرة تسمع المعلومة ديت عنه وايو انت سمعت صح انا بقولكش ان هو مضاد للمية والاتريب انا بقولك مضاد للنار والحيان ديت مش اكتر حاجة بتميز الموبايل اصلا او ديت مش اجمد حاجة فيه ديت حاجة انت مش هتحس بيها اصلا هو الجامد فيه جدا التصميم وصرعة الشحن الطاعته لو انت معرفتش الموبايل لحد الوقت فهو ريل مي 11 برو بلوس ومعانا اخوه صغير برضو ريل مي 11 فور جي وهقولك في الفيديو دوت على الفروقات ما بين الاثنين وزي ما فغيتك بمعلومة جديدة كده في اول الفيديو فكمل معا الفيديو لحد الاخر علشان تعرف كل الفروقات بين الموبايلين دول بص بالنسبة للتصميم فزي ما انت شايف كده ريل مي 11 برو بلوس واحد من اشيك ومن اجمد الموبايلات اللي انت هتمسيكها سواء في السعر ده او في اسعار اعلى يعني انا بصراحة مش هكذب عليك احب اشوف ايفون بالشكل ده عارف ان هي موبايل غا اوي بالنسبة لناس كتيرة بس بجد شكل الجلد اللي موجود في الظاهر دوت حتى لو جلد صناعي هو مميز اوي مع التطليزات الدهبي اللون ده وتعموهم بصراحة اللي هو اللون البيج او بيسموه لون الغروب الشمس هو فعلا واحد من احلى الموبايلات اللي انا مسكتها قبل كده في حياته والشاشة بتاعته كمان من قدام بتيجي بالاتج المميز اللي بيرفع من شكل اي موبايل او بيحسسك انه هو اغلى وانا عارف ان انت ممكن تكون ما بتحبوش او شايف ان التصميم بتاعه بيرخم تركيب سكريم بروتكتور عليه ولكن هو فعلا بيدي شاكل الموبايل بيحسن من منظره الريلمي 11 4G ما قدرش اقول عليه نفس الكلام اللي انا قلته على البرو بلاس لان تصميمه تقليدي اكتر كتير هو برضو حلو بس غريبة بالنسبة لي حتة ان الكاميرا المدورة ديت تتحط في الجنب مش في النص بتاع الموبايل اللي انعكاسات بتاعت اللون اللي معايا دوت بتتدرج من الدهبي للبني الفاتح اوي في بعض الظروف الاضاقة شكله عموما برضو لزيز ورغم ان هو على فكرة معمول من بلاستيك ولكن الحواف او الجوانب بتاعته بمعنى اصحكت مدياني احساس المعدن قوي بشكل غريب جدا ان هو يبقى بلاستيك بالنسبة لي خلاص عرفنا فرق الموبايلين كشكل خلينا اقولك على اكتر حاجة انا شايف ان هي بتميزهم وهي سرعة الشحن البرو بلاست مجنون في الموضوع دوت هو بيجي بسرعة شحن 100 واط عشان تبقى عارف الايفون بتتكلم في حوالي 25 واط السامسونج عندها برضو مبايلاتها 25 وفي مبايلات 45 حتى سرعات الشحن العالية زي ال 67 واط اللي موجودة في الريل مي 11 4G متقارنش بالميت واط اللي موجودة في الريل مي 11 برو بلاست علشان تتخيل معايا سرعة الشحن بتاعت الموبايل دوت عاملة ازاي فانعايز اقولك ان ان انت لو حطته 3 دايق بس على الشحن هيشحم من صفر لحد 17 في المية تقريبا الربع ساعة بس اصلا بتشحن الموبايل دوت لحد 65 في المية يعني هو كان يبقى فاصل شحن تحط على الشاحن خلاص بقى 65 في المية خلال 15 دقيقة دات الاياسات اللي انا عملتها علشان انقلق سرعة الشحن بتاعته رهيبة ازاي الريل مي 11 4G برضو جاي بشاحن سريع جدا 67 واط على الساعد دوت مش هتلاقي حاجات تانية كتيرة كده برضو 50 في المية في 17 ديه يعتبر رقم تحفة قوي المهم انت ممكن تسأل نفسك هل طيب السراعات الفوضية عادية مش غلط على البطارية ديت مش حاجة هتضرها مع الوقت والحقيقة ان الريل مي already واخد احتياطاتها بسبب الموضوع ده اولا الريل مي زي ما انت عارف هي اخت اوبو وهما اللي كان شغالين في موضوع سراعات الشحن العالية من زمان قوي فبقوا فيه كذا تكنيق كده بيستعملوه علشان يخلوا البطارية تعيش اطول مع سرعة الشحن الكبيرة حاجات تقنية قوي في صناعة البطارية نفسها ولكن يمكن اكتر حاجة انت هتبقى حاسس بيها انت عن نفسك ان الموبايل دوت بيتعلم طريقة استعمالك لي وامتى بتمسك الموبايل علشان يشحن نفسه لحد 80 في المية بس واخره 20 في المية بيشحنهم على طول قبل ما انت بتمسك الموبايل فدوت طبعا بيتول من العمر الافتراضي اكتر غير كده كمان تصنيع الموبايل دوت من جوه نفسه معمول مقاوم للنار او مضاد للنار وهو مكتوبة حرفيا فاير بروف عشان يبقى الموبايل متأمن تماما من سرعات الشحن العالية دي حاجة بالنسبة لي بصراحة كانت مبهرة اول لما عرفت المعلومة البطالات على فخة نفسها كمان كويسة 5000 ميلي امبير هتقعد الموبايل معاك تقريبا اليوم كله الموبايلين شاشاتهم كويسة كل واحد في الفائة بتاعته يعتبر شاشته حلوة جدا يعني الـ 11 Pro Plus غيب شاشة اموليد 120 هيردز بتدعم مليار لون وبتدعم الـ HDR10 بلوس الموبايلين مستوى الاضاء بتاعهم بيقرب على 1000 نتس ودوت يعتبر كويس قوي على الفائة دي برضه يمكن الحاجة اللي هتحسها ان الـ Realme 11 4G العادي غيب شاشة 90 هيردز في حين ان الـ Pro Plus غيب شاشة 120 وطبعا حجم الشاشات نفس مختلف الـ 6.4 انش في الـ Realme 11 و 6.7 انش في الـ Realme 11 Pro Plus طويل اوي الاسم بتاعه Pro Plus ده الشاشة بتاعت الـ Pro Plus على فكرة فيها بصمة انما البصمة في الـ Realme 11 موجودة في الجنب بتاع الموبايل او في الزرار الباور نفسه ومش في الشاشة انا بحس ان ديت ازواق في ناس بتحب المكان دوت اكتر اصلا من البصمة اللي تحت الشاشة لكن المهم ان البصمتين بيفتحوا بسرعة اللي اتنين يقدر يعتمد عليهم فارق تاني كمان الـ Stereo Speakers الـ Realme 11 Pro Plus جايب بـ Stereo Speakers سماعات ستاديو تقدر تستمتع بجودة الصوت بتاعتها في حين ان الـ Realme 11 4G ما بيحط لقش سماعات ستاديو انما بيحط لق مدخل سماعات 3.5 مليمتر فلو انت حد بيحب يستعمل سماعات السلق خصوصا بسبب سعرها المنخفض جدا هيكون الـ Realme 11 بيقدم لك الميزة دي كاميرات الموبايلات ديت برضو بتديني جودة حلوة جدا الـ Contrast بتاعها بلاحظ ان هو بيتعمل عالي شوية مع تشبع الالوان الملحوظ بيفكرني كده بستايل سامسونج شوية في معالجة الالوان ومعالجة الصورة تعمدت ان معظم الصور اللي بلقطها بالموبايلين دول تكون في ظروف اضاءة ضعيفة شوية علشان انقلك التفاصيل اللي بتاخدها حتى لو الاضاءة مش عالية قوي التفاصيل تعتبر كويسة الصورة ما بتبقاش ممسوحة او ما بيبقاش فيها نويز ريداكشن اوفر قوي طبعا الـ 11 Pro Plus كاميرته احسن شوية بعيدة عن ان هي 200 ميجا بيكسل والـ Realme 11 4G كاميرته 108 ميجا بيكسل انما فتحت العدسة بتاعتها اكبر السنسور نفسه حجمه اكبر وحتى الزاوية بتاعتها او الـ Focal Links اوسع شوية فالحاجات دي كلها طبعا بتساعد ان انت تاخد منه صور احسن شوية الاداء بقى هو اللي ينطبق عليه ان المفعول حاجة وان المواصفات على الورقة حاجة تانية الـ Helio G99 موجود في Realme 11 4G والـ Dimensity 750 موجود في الـ Pro Plus طبعا اللي موجود في الـ Pro Plus يعتبر معالج اقوى واللي اتنين عموما في الفئات السعرية بتاعتهم مش بتبقى اقوى معالجات لما تيجي تبص عليها على الورقة هتلاقيها دوت المتوسط دوت العادي جدا في السعر ده بس بجد لما تيجي تمسك الموبايل نفسه لما تيجي تضغط عليه الـ Pro Plus تحديدا كمان بيديني نعومة وثلاسة رهيبة قوي لو حد قال لي ان الموبايل ده بيجي بمعالجة اعلى من كده انا هسدقه عادي جدا مفيش تحنيج مفيش تعليقات مفيش بجز مفيش اي مشكلة في السوفتوير التجربة عموما ثلثة قوي والاداء فعلا مش مؤثر معايا فخلاص انا ما عنديش مشكلة او ما عنديش اعتداد على المعالج دوت لان الموضوع مش مقرد ارقام على ورق بس السوفتوير كمان المميز بتاع ريل مي بيديله تجربة احلى بص لما تيجي تتكلم على اسعار الموبايلين دول هتلاقي ان سعر ريل مي 114 جي حوالي 8800 جنيه مصري البرو بلاس مفيش سعر واحد لي في السوق ولكن انا بلاحظ ان هو منتشر جدا في حدود 16000 تقريبا اغلى شوية في اماكن ارخص شوية في اماكن على حسب النسخة ال 256 ولا ال 512 بس بني وبينك موبايلات بالمواصفات ديت في الاسعار ديت ومعاها الشاحن في العلبة معاها العلبة الكاملة بتاعتها مش منتقصين منها حاجة المواصفات الكاملة اللي بتقدمها الحاجات دي كلها مخلاني مستمتع بتجربته ريل مي كمان دلوقتي بقى تدخل اي موبايل انت هتشتريه من منطقة الشرق الاوسط كلها في الضمان هنا في مصر فانت هتقدر تاخد اي موبايل تحطه في الضمان المحلي وخلي بالك من الموضوع دوت علشان فيه على فكرة تجار دلوقتي ابتدوا ينزلوا نسخ من الموبايلات بتاعت ريل مي ما بتبقاش اصلية اصلا حرفيا موبايل كوبي تصنيع تحت السلم ويقوم رزعلك عليه اللوجو ريل مي منتشرة تحديدا كمان في فئة السيل حركة ديت اليومين دول في السوق فخلي بالك جدا من الموضوع دوت لكن لو قدامك تشتري ريل مي 114 جي او تشتري ريل مي 11 برو بلس هم بجد من احسن الموبايلات اللي موجودين في الفئات بتاعتهم بالوقت خصوصا البرو بلس انا مغرم بي بصناحة وبس في كده لو عقبك الفيديو ما تنساش تدوسع اعزائنا اللايك تعمل سبسكرايب القناة وكالمعطان كان معاكم احمد كمان استنيني في الفيديو جاي